موسيقى السيون يتواجهون إلى 350 دائرة لانتخاب مجالسهم البلدية في أول انتخابات بلدية بعد الثورة انطلاق عملية تصويت في عدد من دوائر المناطق الحدودية في التاسع صباحا في إجراء استثنائي يتواصل حتى الرابع مساء موسيقى وفي نشرتنا متابعة لمضامين الفصل 132 من دستور الجمهورية التونسية المخصص لتدبير الحر للجماعات المحلية موسيقى مرحبا بكم مشاهدين في مواكبة مستمرة تؤمنها تلفز تونسية عبر قسم الأخبار لتغطية أول انتخابات بلدية بعد الثورة فتحت مركز الاقتراع بابها اليوم إذن في تمام ثامنة صباحا لاستقبال الناخبين في أول انتخابات بلدية بعد الثورة انتظرها المواطنون لاختيار من سيمثلهم في المجالس البلدية قبل ساعة ثامنة الصف أمام مراكز الاقتراع موعد تاريخي اليوم أول انتخابات بلدية بعد الثورة هنا بمركز الاقتراع بين المدرسة الابتدائية نهج الهند الكل مستعد لحظات قليلة قبل فتح الأبواب أنا جيت باش نقوم بالبج بمتاعي احنا اخترنا قبل وشفنا يعني النتيجة بتاع الاختيارات وإن شاء الله باش نختاره مرة أخرى وإن شاء الله يكون الاختيار ساق هذياء وبناء والانتخابات وبناء إن شاء الله هنا باش نعملوا الواجب ونتوسموا فيهم الخير إن شاء الله فإن شاء الله من الحسن إلى أحسر نحن نعمل الواجب امتاعنا وهم إن شاء الله يكونوا في المستوى المركز هذا فيه عشرة مكاتب كل مكتب تقريبا فيه 500 مقترع يعني ثم 5300 تقريبا يعني عدد الناخبين اللي موجودين في المركز هذا وموزعين على المكاتب تقريبا بطريقة متساوية تعمل نص ساعة في كل سالة ساعة أحضر على الانتخي الوبرتور الانتخي حل الصندوق وإذنكم الكل أحضر عليهم المراقبون كانوا في الموعد توزعوا على مكاتب الاقتراع لرز الإخلالات ومراقبة سير العملية الانتخابية عنا نوعين من الملاحظين الملاحظ القار اللي يبقى في المكتب اللي يكون مكتبه موجود طيلة النهار هو فيه حتى الفرس وثم المتجول اللي هو يلاحظ عملية متكاملة في أحد المكاتب ثم يتنقل لمكتب آخر موعد انتخابي مهم هذا ما أكده أحد ضيوف الزيارة الاستطلاعية للانتخابات البلدية من تنظيم المنظمة العربية للإدارات الانتخابية أنه تم في ظروف مناسبة تنظيميا ولوجستيا نحن سعداء للتعرف على مراحل الانتخابات البلدية بتونس وقد لاحظنا أن الاستعداد كان جيدا للغاية المراكز القوانين وكل المواد المعتمدة وأظن أن نهاية هذا اليوم الانتخابي سيكون جيدا كما انطلقا يذكر أن مراكز الاقتراع مفتوحة إلى غاية السادسة مساء وضمن نقاط تغطياتنا الخارجية المباشرة معنا الآن الزميلة فايزة سكرا في مباشرة من بدنين لتمدنا ببعض التفاصيل عن تقدم عمليات الاقتراع مرحبا بك فايزة لك الكلمة مرحبا سمي إذن نحن الآن متوجدون مباشرة بمركز الاقتراع بالمدرسة الابتدائية تريق جابس أين لاحظنا أن التوافد والإقبال ضعيف حقيقة خاصة في الساعتين الأولتين وبالنسبة لفئة الإقبال لاحظنا أن فئة الإقبال للمتقدمين في السن كانت أكثر العداد وتقابلها نسبة ضعيفة للشباب أين على قل في هذا المركز الاقتراع اللي فيها خمسة مكاتب اقتراع و2772 ناخب بشي يكونوا اليوم إن شاء الله يصوتوا للقوائم المترشحة للانتخابات البلدية ونسبة الإقبال في ولاية مدين حقيقة سامية نحن ننتظر الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات لتمدنا بعد ساعتين على أقل من الانتلاق العملية للنسبة الأولية للساعة العاشرة وأذكر هنا أن ولاية مدين بها عشر دوائر بلدية واليوم نجد 57 قائمة تتنافس على 252 عضو في كامل البلديات ولاية مدين وأكيد سامية سنتابع نسبة النساق وتطورها في الساعات القادمة شكرا لك يا زميلة فازة سكرافي كنت معنا مباشرة من مدين وننتقل بكم مشاهدنا الكرام الآن إلى زغوان مع زميلة مراسلة الأخبار مفيدة الماجر تفضل مفيدة لك الكلمة أهلا بك سامية صباح الخير نعم مثلما كان منتظر هنا في ولاية زغوان فتحت مركز الاقتراع أبوابها في حدود ساعة ثامنة صباحا وهنا حيث نحن في حي العريس بولاية زغوان شهدت أقبيل أول ناخب في حدود ساعة ثامنة وخمس دقائق لكن هذا الناخب لم يتمكن من الإدلاء بصوته لأنه غير مسجل هنا في ولاية زغوان لكنه بسجل الانتخابي مسجل عن ولاية تونس كما شهد مركز الاقتراع هنا في ولاية زغوان حي العريس شهد أو لم تتمكن ناخبة من الإدلاء بصوتها لأنها تجهل القراءة والكتابة وهي أمية وتم منع زوجها من مرافقتها إلى الخلوة لمساعدتها ووفقا لرئيس الهيئة المستقلة أو لرئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بولاية زغوان عبد العزيز الرحال فإن القانون يمنع ذلك ويخول المرافقة فقط لحامل الإعاقة البصرية والعضوية كما أكد رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات هنا بولاية زغوان أن سير العملية الانتخابية في أمان إلى حد الآن ولم يتم تسجيل أي تجاوز وأن هناك تصد لمحاولات التأثير على الناخبين وأيضا وفقا لملاحظين متوجدين هنا وبكافة مراكز الاقتراع في زغوان أكدوا أنه لم يتم تسجيل أي تجاوز لكنهم أكدوا أن الأقبال بدأ ضعيفا بمراكز الاقتراع في ولاية زغوان وساميا نذكر أننا ما زلنا نتابع سير العملية الانتخابية بولاية زغوان إلى حدود إغلاق المراكز أبوابها في حدود الساعة السادسة شكرا لك يا زبيلة مفيد المجري كنت معنا أبو بشارة من زغوان شكرا لك وبشكل الاستثنائي شهدت بعض ولايات الجمهورية الحدودية وهي جندوبة والكاف والقصرين وسيدي بوزيداء فتح مكاتب الاقتراع على الساعة التاسعة صباحا لأسباب أمنية توجه اليوم التونسيون إلى مراكز الاقتراع على الانتخاب من يمثلهم بمجالس البلديات وإمانا بضرورة ممارسة هذا الحق والواجب هناك من كان في الموعد حتى من قبل أن تفتح هذه المراكز أبوابها ومنهم من تكبد مشقة حتى لا يتخلف عن هذا الموعد ستة متعة الصباح قبل أن نجي ديمة بكري وديمها في السعلى لولي السبعة فامتي هنا نترقب وفامتي الله ونرقيم بواجبنا فامتي كأي تونسي جينا من السبعة ونصف معناها نكمل أخوة فامتي وشاله يكون مستقبل ذاهر حانا ونستنى فيها ليمت هذومها الكلة وإن شاء الله من الحسن إلى الأحسن واجب فامتي وربي يتمم على خير وربي يجعل تونس بخير اليوم هذا يتمثل بالنسبة لأننا نحن في متعيد المدينة بنزرت واليوم نحن نعبر على أصواتنا للناس الذين يخدموننا ويخدموا بلدنا اليوم قمنا بواجبنا إذا من السبعة جي تصوت من أجل تونس من أجل الأشخاص نقعد على شئنا وتونس عيباقي إنخابات هذه رأي أقرب ما تكون المواطر وبالتالي دعوة إذا كان إنسان يحب ينرجح المصار يحب ينرجح الانتخابات هذه يدل يبدله ويختار اللي يحب هو رابع استحقاق انتخابي بعد الثورة وهو محطة هامة على درب تركيز الديمقراطية المحلية وتفعيل مصار لمركزية لذلك الانتظارات كبيرة من هذه الانتخابات بعد ثماني سنوات منذ آخر انتخابات محلية عانينا سبعة سنوات ونقداش عانينا من المساخ وفوضة وبرشة حاجات إن شاء الله هذه البلدية جديدة هتواصلوا وتعمل كبير شكراً لكم 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 عملية الاقتراع بدأت بكمل مراكز الاقتراع بمختلف ولاية الجمهورية في الساعة الثامنة وقد تمت مراجعة هذا التوقيت بالنسبة إلى عدد من مراكز ومكاتب الاقتراع الموجودة ببعض المناطق الحدودية وهي 172 مكتباً فتحت أبوابها بداية من الساعة التاسعة على أن تغلق في الرابع بعد الزوال نعود بكم مشاهدين الأعزاء الآن لزملائنا المتوزعين عبر تراب الجمهورية في تغطيات مباشرة وسيكون معنا الآن مباشرة من القيروان الزميل مراد رمضاني مرحباً بك مراد تفضل لك الكلمة نعم في القيروان اليوم 277 ألفاً و6192 ناخباً يتوجهون لمكاتب الاقتراع للادلاء بأصواتهم واختيار ممثلين في المجالس البلدية 98 قائمة حزبية اتلافية ومستقلة تقدمت لهذه الانتخابات وعدد المقاعد هم 390 مقعداً بالنسبة للإمكانية التي قامت بتوفيرها الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بالقيروان تمثلت في الوسائل المادية واللوجستية كما قامت الهيئة أيضاً بنت داب يعني مجموعة من المراقبين وعددهم 78 أما عدد رؤساء المكاتب وأعضاء مكاتب الاقتراع فعددهم 2248 أوضواً بالنسبة للمعطيات الأمنية أيضاً هناك تواجد أمني كبير في مركز الاقتراع شكراً لك يا زميل مراد الرمضاني كنت معنا مباشرةً من القيروان نمر الآن إلى الزميلة وفاجميلي التي ستمدنا بآخر التفاصيل حول تقدم العملية الاقتراعية مباشرةً من بنزر تفضل وفا لك الكلمة نعم سامية كسائر ولايات الجمهورية فتحت مراكز الاقتراع بولاية بنزر أمام الناخبين الذين توافدوا للإدلاء بأصواتهم واخترار مرشحهم يوجد في ولاية بنزر 208 مركز اقتراع و540 مكتب اقتراع كما يتنافز في مختلف الدوائر البلدية والتي عددها 17 دائرة منها أربع دوائر مستحدثة يتنافز عليها 95 قائمة منها 54 قائمة حزبية 11 قائمة اتلافية و30 قائمة مستقلة هناك أيضا عدد من الملاحظين والمراقبين التونسيين والجانب لمتابعة ظروف سير العملية الانتخابية شكرا لك يا زميلة وفاجميلي الجانب الامني الوحدات الامنية والعسكرية بصدد تأمين العملية الانتخابية في أحسن الظروف شكرا لك يا زميلة وفاجميلي كنت معنا مباشرة من بنزرت تغطية التلفز التونسية الموعد الانتخابي الأول للبلديات بعد الثورة مستمرة مشاهدين في تغطيات إخبارية متنوعة وبرامج خاصة مرحبا مجددنا عزائنا المشاهدين وقد أولى الفصل 132 من دستور الجمهورية تونسية الثانية اهتماما بالتدبير الحرب بالنسبة للجماعات المحلية كرس الدستور الجديد للجمهورية الثانية مبدأ المركزية وخصص بابا بأكمله للسلطة المحلية في حين اقتصر دستور سنة 1959 على فصل وحيد وقد تم تنزيل الفصول المتعلقة باللمركزية أيضا ضمن مشروع قانون الجماعات المحلية المعروض حاليا على مجلس نوب الشعب ففي الباب السابع والمتعلق بالسلطة المحلية جاء الفصل 132 على النحو التالي تتمتع الجماعات المحلية بالشخصية القانونية وبالاستقلالية الإدارية والمالية وتدير المصالح المحلية وفقا لمبدأ التدبير الحر وبناء على هذا المبدأ تتمكن البلديات اليوم من إدارة شؤونها واختيار أنماط تنميتها أو على الأقل المشاركة في ضبطها بعدما كانت محتكرة في وقت سابق من قبل السلطة المركزية هذا وقد أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال ندوة صحفية نسير عملية الاقتراع في الانتخابات البلدية تم بشكل عادي وأن عدد المراكز الانتخابية يبلغ 4552 مركزا منهم 272 مركز ذوات توقيت استثنائي من التاسع صباحا وحتى الرابع مساءنا وقد أكدت الهيئة أن جميع مكاتب الاقتراع في كافة جهات الجمهورية فتحت أبوابها على الساعة الثامنة صباحا وبشكل عادي باستثناء وجود خطأ خلال توزيع الأوراق بمكتب اقتراع بمركز المذيلة بولاية قفصة قبل أن يقع تدارك الخطأ ونتقل بكم الآن مشاهدين إلى الزملاء في ستوديو دس عمية حيث تتابعون مباشرة بعد هذه النشرة حصة ترافق تقدم عمليات الاقتراع ومجرياتها وأجواءها حتى لقاء الواحدة ظهرا الإخباري القر تفضل زملاء لكم الكلمة أهلا بكي ساميلا بكل مشاهدي الوطنية الأولى التي ستكون على مدار اليوم في تغطية متواصلة وكاملة لكل مراحل اليوم الانتخابي من خلال التقارير والضيوف وأيضا النقاط الخارجية سنكتشفها اتباعا في هذه الحصة إذن وقبل إحالة الكلمة للزميل طيب بوزيد بشكل نهائي نذكركم مشاهدين الكرام بعناوين الأخبار التونسيون يتوجهون إلى 350 دائرة لانتخاب مجالسهم البلدية في أول انتخابات بلدية بعد الثورة تنطلق عملية التصويت في عدد من دوائر المناطق الحدودية في التاسع صباحا في إجراء استثنائي يتواصل حتى الرابع مساء وفي نشرتنا اتبعنا مضامين الفصل 132 من دستور الجمهورية التونسية مخصص لتدبير الحر للجماعات المحلية بوابة التلفز التونسية على ذنباتكم مشاهدين حتى تتابعوا كافة برامجنا إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر